موسيقى منتصف الليل في العصيمة طرابلس حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين موسيقى مجموعة من أفراد وقيادات الأمن الرئاسي تقول إن الجسم الشرعي الوحيد هو المؤتمر الوطني وتعتبر الاتفاق السياسي قد فرض بالمال ويهدف لتغليب طيار الثورة المضادة عملية البنين المرصوص تؤكد تقدم قواتها باتجاه الجيزة البحرية بعد سيطرتها على حي المنارة بشكل كامل موسيقى بعد الاتفاق بين خمسين بلدية من المنطقة الغربية ترتبات أمنية من أجل فتح الطريق السحلي الرابط بين طرابلس والزاوية مرورا بورشفانة موسيقى طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى التفاصيل أكدت مجموعة من أفراد وقيادات الأمن الرئاسي بالعاصمة طرابلس في بيان لها أن المؤتمر الوطني العام هو الجسم الشرعي الوحيد في البلاد وفقا للإعلان الدستوري والمحكمة الدستورية وأنها ستسلمه المقرات الرسمية ودعا البيان من أسماهم بثوار الشرفاء لتوحيد الجهود حفاظا على مقدرات الدولة جسم الشرعي الوحيد في ليبيا هو المؤتمر الوطني العام وبذلك فإننا نقوم بتسليم المقرات الرئيسية للمؤتمر الوطني العام ونضع أنفسنا رحل لإشارة المؤتمر ونوحد صفوفنا مع كل رفاقنا الثوار والعسكريين المنطوين تحت رئاس الأركان العام للجيش الليبي لبص الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس وجميع المدن الليبية ونوجه ندائنا لكل الثوار الشرفاء أن يوحد الجهود لحماية الوطن وتأمين حدوده ومقدراته خاصة ونحن نرى بكل وضوح الأطماع الأجنبية والمصرية بوجه الخصوص هذا وقد أبدى ضباط وأفرد الأمن الرئاسي أيضا رفضهم للاتفاق السياسي معتبرين أن الاتفاق السياسي فرض بالمالي وجاء لترجيح كفة الإنقلابيين وإعادة ليبيا إلى الحكم العسكري وفق البيان إن هذا الاتفاق المشؤوم جاء إلا لترجيح كفة الإنقلابيين وإعادة ليبيا إلى الحكم العسكري الدكتاتوري بعد أن عانت منهزها أربعة عقود وإلا كيف نفسر كل التصريحات الصادرة على المبعوث الأمم كوبلر وسفراء ومسؤولين الدول الأجنبية الراعي للاتفاق وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة الذي اشترط أن يكون لحفتر دور هام في الاتفاق السياسي وهو الشخصية الجدلية المرفوضة من الثوار إلى ذلك دنى المجلس البلدي مسرطة وعدد من قيادات المدينة حديثة اقتحام مقر المجلس العلى للدولة في العاصمة طرابلس بقوة السلاحة قائلا إن هذه التصرفات ستعيق الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد وأكد المجلس في بيان له أن الحل المتاح أمام ليبيين للخروج من حالة الفوضى والعنف المسلح هو تطبيق بنود الاتفاق السياسي الموقع عليها في مدينة السخيرات المغربية العام الماضي وجدد بلد مصرطة دعمه للأجسام الشرعية الممثقة عن الاتفاق السياسي مطالبا المجلس الرئاسي بسرعة تشكيل الحرس الرئاسي ليقوم بواجباته في حماية وتأمين مؤسسات الدولة وفي السياق أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في طرابلس واستخدام القوى لسيطرة على مقر المجلس الأعلى للدولة مطالبة بإعادة المباني الحكومية لسيطرة حكومة الوفاق الوطني ودعت الخارجية الأمريكية في بيان لها جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعمل معا لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا مجددة دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والاتفاق السياسي الذي تم توقيعه العام الماضي في مدينة أسخيرة المغربية قال المركز الإعلامي لعمليات البنيان المرصوص إن قوات البنيان تقوم بعمليات تمشيط واسعة للمساحات التي سيطرت عليها في حي المنارة بمدينة سيرت وضف المركز أن قوات البنيان المرصوص تقدمت باتجاه الجهزة البحرية وسيطرت على غرفة عمليات ومستشفى ميداني تابع لما يعرف بتنظيم الدولة في المنطقة أشار المركز الإعلامي لعمليات البنيان المرصوص إلى أنه عطر على أجهزة لاسلكية وذخائر وسيارات مسلحة للتنظيم في الحي قائلا إن قوات البنيان فجرت سيارتين مفخختين دون وقوع أي أضرار بشرية أو مادية طبعا كان تقدم منذ ساعات الصباح الباكر وكان تقدم من جميعا من عدة محاور تحصلنا على ماكن جديدة في نهار اليوم طبعا خسائر كبيرة كبدنا بها الدواعش إن شاء الله معنوية الشباب تعانق السماء من نصر نصر بإذن الله من جهته قال الناطق باسم غرفة الطوارئ الجوية تابعة لعمليات البنيان المرصوص محمد جنونو إن سلاح الجو الليبي نفذ الأحد طلعتين استطاعيتين من مدينة الخمس إلى قاعدة الجردبية لرصد تحركات ما يعرف بتنظيم الدولة وعضف جنونو لقناة ليبيا لكل الأحرار أن طائرات الدعم الأمريكي لم تشن أي غارة في سيرت منذ الخميس الماضي مشيرا إلى أن سلاح الجو الليبي نفذ أكثر من ثلاثين طلعة قتلية في اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن أربعين عنصر من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة هناك في مدينة بنغازي أفد مركز السرايا للإعلام بأن قوات مجلس الشورى ثور بنغازي اشتبكت مع قطعة بحرية حربية سهدفت شاطئ منطقة جنفودا صباح اليوم أوضح الجنح الإعلامي لمجلس شورى ثور بنغازي أن هذه القطعة قامت بإطلاق رجمات الصواريخ والرشاشات التقيلة على المنطقة وأكد المركز أن طائرة أجنبية نفذت ثلاث غارات على جنفودا مساء أمس إضافة إلى تعرضها لقصف مدفعي من قبل قوات عملية الكرمة ما أسفر عن خسائر كبيرة في منازل المواطنين يمر العام الثاني على دخول قوات عملية الكرمة إلى مدينة بنغازي وما تبعها من مواجهات مع قوات مجلس الشورى ثور بنغازي وسط الأحياء السكنية التي أدت إلى نزوح ومعاناة عدد كبير من العائلات خاصة في منطقة جنفودا التي تنحصر فيها الاشتباكات في الوقت الحالي يمر عامان على دخول قوات حفتر مدينة بنغازي ونقل المعارك إلى أحياء وسط المدينة بعد أن كانت رحاها تدور في منطقتين بنينة وبوعطني جنوب شرق المدينة دخول قوات حفتر إلى مناطق الصابري ووسط البلاد التي كانت خالية من أي تمركز أو معسكرات لمجلس شورى ثوار بنغازي التي تصدت لذلك التقدم ثم انتقلت المواجهات إلى الليثي وبهديمة بعد انضمام عدد من شباب المدينة إلى قوات الكرامة أصفر عن نزوح كافة سكان هذه الأحياء نظرا لطبيعة المواجهات التي كانت تستخدم فيها كافة الأسلحة الثقيلة إلى جانب قصف الطائرات للأحياء السكنية الخامس عشر من أكتوبر شهد ظاهرة هدم البيوت وحرقها من قبل بعض مناصري الكرامة بل وقت للبعض كما حدث لعائلتي السويد والكرشيني إلى جانب المعاناة الإنسانية الصعبة وتحول المدارس إلى ملاجئة وتدمير بعضها وتعطيل الدراسة وحرق كبرى جامعات ليبيا جامعة بنغازي وتدور الصراع بعد الكشف عن تدخل فرنسا بمقتل اثنين من جنودها في سقوض مروحية غرب المدينة وهو ما أسهم في التراجع الكبير لقوات شورى ثوار بنغازي فيما تعيش منطقة جنفودا حربا شرسة تبرز معها معاناة إنسانية العائلات المحاصرة وبعض العمال الأجانب العالقين والذي نقض منهم الكثير جراء قصف منازلهم بكافة أنواع الأسلحة وسط نقص حاد في المواد الغذائية والدواء وفي ظل الحديث عن سقوط آلاف القتل من الطرفين وأضعافهم من الجرحى والمبتورين والمفقودين وما ينتج عن ذلك من معاناة اجتماعية قد تبرز لاحقا يبقى تساؤل عن حكم معاناة سكان بنغازي وسط استمرار الاقتتال في المدينة فالبادت هناك ضرورة بعد عامين من القتال للبحث عن خيارات أخرى لوقف الصراع المسلح في موضوع آخر قال الرئيس الأركان المعين من مجلس النواب عبد الرزق النظوري إن ثورة السابع عشر من فبراير كانت ثورة شعبية غير محددة الأهداف ومن دون تدبير وهو ما خلف ما وصفها بالنتائج الوخيمة وصنف النظوري في لقاء له مع تلفزيون المصر اليوم من يعتبرون أنفسهم ثوارا وفق تعبيره شبابا مغررا بهم وأخرين منتمين لتنظيمات الإرهابية ومجرمين فارين من السجون قاموا بسرقة الأموال من المصارف وقتل السياسيين والقادة بحسب قوله الآن الثورة لم يكن هناك هدفة، ثورة شعبية لم يكن هناك رأس لها، لم يكن هناك مدبر الهام لم يكن هناك الناس وضعين خطط معينة النتائج بعدين اللي بعدها كانت وخيمة بالنسبة لنا استطاعهم أنهم يسربوا الفلوس من البنوك استطاعهم أنهم قتل كل السياسيين والقادة لأنهم زي ما قلت لك ثلاثة أنواع شباب مغربين، تنظيمات إرهابية ووهدين مجرمين هاربين من السجون هذا وقد رأى الباحث في الشأن السياسي سنوس إسماعيل أن أحد أسباب استمرار الحرب في مدينة بنغازي وعدم توقفها واعتبار قوات عملية الكرمة لكل ما يعرضها إرهابيا ومجرما مضيفا أن ذلك يعد خلطا بين ما يتبع ما يعرف بتنظيم الدولة وما يعرض عملية الكرمة استمرار الحرب في بنغازي بلا توقف لأن التصنيف كان محسوما بحيث أن كل من يعارض قوات حفتر وقوات النظوري يعتبر إرهابي أو مجرم أو إلى آخره من الصفات وهذا خلط كبير بين من هو تابع لتنظيم الدولة وهؤلاء قلة في بنغازي وبين من يعارضون عملية الكرمة معارضة سياسية في مدينة درنا أكد مصدر من المدينة أن طائرة حربية شنت غارة جوية ظهر اليوم استهدفت محطة الكهرباء بمنطقة الفتايح في درنا ما أدى إلى وقوع أضرار مادية فيها وقال مصدر من شركة العمل الكهرباء بالمدينة إن حريقا شبا في المحطة نتيجة القصف الجوي مفسدع تدخل هيئة السلامة الوطنية لإخماد النيران لافتا إلى أن فرق العمل بدأت في حصر الأضرار وصيانة المحطة هذا وقد تسبب القصف في انقطاع تيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مدينة درنا وضوحيها أكد مصدر إعلامي وقوع اشتباكات في مناطق مختلفة بالعاصمة طرابلوس ليلة البارحة موضحا أن قوة من منطقة ورشفان اشتبكت مع إحدى الكتائب في منطقة جسر بن غشيرة أضف المصدر أن عددا من العائلات علقت بالمنطقة ولم تستطع الخروج بسبب هذه الاشتباكات مشيرا إلى حدوث اشتباكات أخرى في زاوية الدهماني دون ورود معلومات عن سقوط أي ضحايا في موضوع أخر أفدى الناطق باسم مدرية أمن الزاوية نبيل بوزواي بتأخر فتح طريق السحلي بسبب وجود ترتبات واستعدادات لوضع خطة أمنية تمنع حدوث خروقات بعد فتح الطريقة وكان عمداء خمسين بلدية من المنطقة الغربية قد أعلنوا السبت خلال اجتماع لهم بمدينة جنزور فتح الطريق السحلي الرابطي بين مدينتي طرابلس والزاوية مرورا بورشفانة وقرر العمداء تشكيل لجنة لمتابعة آلية اتفاق فتح الطريق مكونة من مدريات الأمن وبلديات جنزور والماية والزاوية وبلديات الأصابع وطرابلس المركز ورياينة ورجبان وصبراتة وزوارة والعجلات وجادو بعد إقرار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بعدم وجود الإمكانيات اللازمة لتأمين الطريق الساحلي اتفق عمداء خمسين بلدية من المنطقة الغربية خلال اجتماعهم بمدينة جنزور على إعادة فتح الطريق وتشكيل لجنة لمتابعة آلية الاتفاق تقرر فتح الطريق وتشكيل لجنة لمتابعة آلية الاتفاق مشكلة من بلديات جنزور والماية والزاوية والأصابع والرجبان وصبراتة وطرابلس المركز وزوارة وجادو والعجلات ورياينة وتشكل من مدريات الأمن جنزور والماية والزاوية عمداء البلديات وان اعتبروا موقف وزارة الداخلية خذلانا لهم لأنهم أصروا على فتح طريق الساحلي بشكل عاجل وتوفير الحد الأدنى من الإمكانيات لدعم القائمين على تأمين الطريقة ومنع أي خروقات قد تحدث مستقبلا اجتمعت كل بلديات ترابلس الكبرى والمنطقة الغربية والساحل والجبل الغربي وبطن الجبل يعني أكثر من خمسين بلدية الحمد لله لدعم رعاية هذا المشروع على فتح الطريق الساحلي بالألية والطريقة الصحيحة نحن نتأسف جدا لعدم وقوف حكومة البفاق وخاصة المزارة الداخلية ودعم هذا المشروع لقلة الإمكانيات ومع أهمية فتح الطريق الساحلي التي تعتبر شريان حياة لمواطني المنطقة الغربية إلا أن عددا من عمداء البلديات رأوا ضرورة تحقيق مصالحة وطنية شاملة لتذليل جميع الصعاب وحل المشاكل العالقة في المنطقة دعيت للمصالحة الوطنية دعيت للمصالحة الوطنية اللي بتدلل الصعاب واللي بتعيد الثقة فيما بين المتنازعين وبالذات مع أخوتنا في الزاوية يجب أن يمتلكوا الشجاعة وأن يأتوا بنية صادقة وبإرادة قوية لحل حلة بعض الملفات ومن بينها بوابة الصمود اجتماعات متكررة على مدى أشهر أثمرت مؤخرا اتفاقا يخضي بفتح الطريق الساحلي بصورة نهائية ودعم القائمين على حمايته وتأمينه ولكن وضع الترتيبات الأمنية لضمان عدم حدوث خروقات عطل نوعا ما عملية فتح الطريق قال رئيس المجلس المحلي لمدينة تاورغا عبد الرحمن الشكشاك إن ثلاثة قذائف سقطت على مخيم الفلاح في العاصمة طرابلوس الذي يوجد به عدد من نازحية تاورغا ما أدى إلى وفاة سيدة المسنة وإصابة فتاة عضح الشكشاك لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القذائف مجهولة المصدر ولم تتحدد بعد الجهة التي قامت بإطلاقها ونشد رئيس المجلس المحلي تاورغا المسؤولين في الحكومة بمراعاة ظروف النازحين والعمل على رفع المعاناة عنهم كما طلب بإبعاد المخيمات عن أماكن السراعة نواصل هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعد الفاصل في يوم الغذاء العالمي برنامج الأغذية يقول إنه قدم مساعدات لمائتين وعشرة ألاف شخص بين نازحين ومهاجرين داخل ليبيا مجموعة من أفراد وقيادات الأمن الرئاسي تقول إن الجسم الشرعي الوحيد هو المؤتمر الوطني وتعتبر الاتفاق السياسي قد فرض بالمال ويهدف لتغليب الثورة المضادة عملية البنيان المرصوص تؤكد تقدم قواتها باتجاه الجهزة المحرية بعد سيطرتها على حي المنارة بشكل كامل بعد الاتفاق بين خمسين بلدية من المنطقة الغربية ترتيبات أمنية من أجل فتح الطريق السحلي الرابط بين طرابلس والزاوية مرورا بورشفان أهلا بكم من جديد قال مدير المكتب العالمي بالمجلس البلدية غات حسن عيسى إن غرفة العمليات الطارئة أنهت كافة الاستعدادات لفرض الأمن داخل البلدية وأنه انطلاقا من الأسبوع القادم سيتم نشر الوحدات الأمنية بعد وضع خطط متكاملة لتأمين غات والحدود الإدارية لها أضح عيسى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الغرفة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي جهاز يتخلف في تنفيذ ما يسند إليه من مهام وأضف مدير المكتب العالمي أن عمليات البحث ما زالت مستمرة عن الرعاية الأجانب الذين كانوا قد اختطفوا بالمدينة خلال الشهر الماضي مطالبا في نفس الوقت المواطنين بتعاون مع رجال الأمن والتبليغ عن أية أماكن مشبوهة وفق قوله ونبقى في غات حيث قال مدير عامي مطار براك المدني محمد حماد إنه تم الانتهاء من كافة الترتبات من أجل إعادة فتح مطار المدينة أضح حماد أن المهندسين التابعين لإدارة الطيران المدني انتهوا من تركيب جهاز الإرشاد الملحي وتجهيز برج المراقبة الجوية وأضف مدير عامي مطار براك أنه من المنتظر أن تزور المطار الأسبوع القادم لجنة مدققين من الطيران المدني والخطوط الجوية الليبية ومصلحة الطيران لفحص المطار من حيث السلامة والخدمات والتجهيزات في موضوع آخر دعت وزارة التعليم في حكومة الوثاق الوطني مسؤولي شؤون التعليم بالمناطق والبلديات إلى توجيه جميع المعلمين أو المعلمين عفوا للمساهمة في تنفيذ الأسبوع التمهيدية التنشطي الذي ينطلق اليوم الأحد ودعت الوزارة في تعميم لها إلى الابتعاد عن التوجهات والشعارات السياسية بشتى أنواعها والتركيز على القيم الدينية والأخلاقية والوطنية التي تدعو للتسامح هذا وقد قال مدير مكتب الإعلام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني رمضان الغضوي إن الوزارة تسعى لتوفير الكتاب المدرسي وتوزيعه في كافة مناطق البلاد مؤكدا أن عملية التوزيع لم تنطلق إلى الآن وكان من المفترض أن تبدأ اليوم الأحد عملية التوزيع الكتاب المدرسي حيثم على كافة المناطق على كافة أرجال ليبيا وفي جميع المناطق بس العملية التوزيع لم تنطلق إلى غاية الآن وطبعا ونحن في انتظار انطلاق عملية التوزيع من المفترض أن يكون بداية التوزيع اليوم ولكن نتوقع أن يتم خلال الأسبوع عادة بداية عملية التوزيع قامت فرقة صيانة المرافق العامة وأعمال الطوارئ في بلدية ترابلس المركز بطلاء ممرات المشاة أمام المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد أوضحت بلدية ترابلس المركز على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تم البدء في إزالة المعاوقات بالطريق العام واللافتات الإعلانية العشوائية والمنتهية ترخيصها هذا ستبدأ الدراسة للعام الدراسي 2016-2017 يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر أعلن برنامج الأغذية العالمية أنه قدم مساعدات غذائية لمائتين وعشرة ألاف من المحتاجين والنازحين داخل وخارج ليبيا قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إيرثارين كوسان إن البرنامج يسعى بمناسبة يوم الأغذية العالمية الذي يصادف السادس عشر من أكتوبر من كل عام يسعى إلى إقامة شركات بناءة مع الحكومات للقضاء على الجوع وتأمين مستقبل ملايين الأطفال وأشار كوسان إلى أن برنامج الأغذية العالمي يقدم مساعدات بشكل دوري للفئات الضعيفة والهشة خاصة الأطفال والمهاجرين بسبب الظروف التي يمرون بها في سوريا والعراق والسودان وليبيا وغيرها من المناطق وفي مصرات خصص الاحتفال بيوم الغذاء العالمي لتوعية المستهلك بالمنتجات الغذائية المستوردة وذلك ضمن فعليات المؤتمر العلمي الأول للأمن الغذائي وسلامة الأغذية المزيد في سياق هذا التقرير ركز المؤتمر العلمي الأول للأمن الغذائي وسلامة الأغذية على توعية المستهلك بالمنتجات الغذائية المستوردة لسيما مدة صلاحياتها وتأثيراتها بناسبة الاحتفالية العالمية لليوم العالم للغذاء انطلقت فكرة هذا المؤتمر من جنغية المحبية الشجرة لديها الناس متخصصين في هذا المجال فرأوا أن الاحتفالية يجب أن تكون في مدينة مصراتا نظر لما تتعرض له الدولة الليبية من دخول الأغذية والأطعمة والمواد الغذائية المسببة للأمراض والتي لا تتصف بالصفات الحياسات الليبية المؤتمر الذي تستمر فعلياته يومين حظي في يومه الأول بمشاركة واسعة من الطلاب والأكاديميين والمتخصصين في مجال التغذية من عدة مدن الليبية وطرحت خلاله أكثر من ثلاثين ورقة بحثية تكشف كل منها نوعا معينا من الأغذية ودراسته وتأثيره على المسهلك كمادة الكافيين تم استدعائي من إدارة القسم للمشاركة في إلقاء ورقة بحثية بعنوان تقدير تركيز الكافيين في بعض عينات المشروبات المحتوية على الكافيين وتأثير استهلاكها على الطلبة هذا ووصف أحد المشاركين المؤتمر بالخطوة في الاتجاه الصحيح لتوعية المسهلك وتجديد الرقابة على المنتجات الغذائية المحلية الصنع والمستوردة الأجواء والاستقبال رائعة ما شاء الله طبعا أنا شخصيا من سكان المرج اللي عجبني في المؤتمر أنه يمثل جميع الفئات يمثل ليبيا كلها رغم كل الصعوبات المشاركون في المؤتمر شددوا أيضا على أهمية إقامة مؤتمرات دورية تنطعنى بأمن وسلامة الغذاء في الوقت الذي يتزايد فيه دخول الأغذية المنتهية الصلاحية والمسببة للأمراض وغير مطابقة لمعايير الغذاء العالمي إلى البلاد مشاهدين الكرام إلى هنا تنتهي نشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها مجموعة من أفراد وقيادات الأمن الرئاسي تقول أن الجسم الشرعي الوحيد هو المؤتمر الوطني وتعتبر الاتفاق السياسي قد فرض بالمال ويهدف لتغليب الثورة المضادة عملية البنيان المرصوص تؤكد تقدم قواتها باتجاه الجهزة البحرية بعد سيطرتها على حي المنارة بشكل كامل بعد الاتفاق بين خمسين بلدية من المنطقة الغربية ترتبات أمنية من أجل فتح الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والزاوية مرورا بورشفان إلى هنا تنتهي النشرة والتفاصيل أوفى عن أخبارنا تجدونها على ليبيا الأحرار تيفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر أسفل الشاشة فيسبوك وتويتر ويوتيوب كما يمكنكم متابعة البث الحي للقناة عبر لايفستيشن دوت كوم شكرا لكرم المتابعة دونتم في أمان الله اشتركوا في القناة